مصر تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء الرئيس الأمريكي يوقع على حزمة تحفيزية بـ 484 مليار دولار لمواجهة كورونا رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من نفاذ السيولة لدى البنوك ويشكك في أداء حاكم المصرف المركزي تمام السابعة صباحا في القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش جولة إخبارية جديدة من أكسترا نيوز البداية مع احتفالات مصر بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء هو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي من جنود الاحتلال الإسرائيلي لتبقى هذه الذكرى خالدة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية وبهذه المناسبة بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تضمنت البرقية التأكيد على وفاء وإخلاص رجال القوات المسلحة للمهام والمسؤوليات التي كلفهم بها شعب مصر في حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحرية وسلامة أراضيه متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين حققوا النصر المجيد في السادس من أكتوبر وفتحوا الطريقة لاسترداد الأرض المقدسة في سيناء كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأصدق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء كما تقدم الأزهر الشريف بالتهنئة إلى وزير الدفاع وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بهذه المناسبة وأكد الأزهر أن القوات المسلحة قدمت في سبيل تحرير سيناء الكثير من التضحيات التي ستظل تذكرها كتب التاريخ بأحرف من نور وقد هنأت الكنيسة المصرية الأرثلوكسية وعلى رأسها البابا توضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء دعت الكنيسة في هذه الذكرى المجيدة أن يسدد الله خطى القوات المسلحة والشرطة وأن يوفقهما في إتمام مهمتهم المقدسة فيها وقد بعث القص أندريا زاكي رئيس الطائفة الإنجلية بمصر برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال مصر بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء كما أرسل رئيس الطائفة الإنجلية أيضا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي هنأ المطران منير حنأنيس مطران الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر والشمال إفريقيا والقرن الإفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء أكد المطران حنأ أن هذه الذكرى تذكرنا بالدور الذي قامت به الدبلوماسية المصرية ورجال القانون الدولي لاستعادة سيناء مؤتبرا أن ملحمة تحرير سيناء تحكي قصة الشعب المصري المحب للسلام الحريص على حماية كل شبر من أرضه كما بعث البطريارك إبراهيم إسحاق بطريارك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك بمصر بعث برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي قدم فيها التهنئة له والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ودعا بطريارك الأقباط الكاثوليك الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يشملها بالخير والسلام وفي الخامس والعشرين من أبريل تحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء بعد ملحمة قتالية ودبلوماسية وتواصل الدولة معركة جديدة لتنمية سيناء عبر خطة استراتيجية على أكثر من محور من أجل تحقيق التنمية الشاملة في سيناء يمر الزمن فيقف التاريخ شاهدا على تلك اللحظة المفصلية في الخامس والعشرين من أبريل عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين ذكرى تحرير سيناء بعد ملاحمة قتالية وجولات تفاوضية ومعارك دبلوماسية استطاعت خلالها مصر أن تجني ثمار أعظم انتصار عسكري في تاريخها المعاصر وهو حرب أكتوبر المجيدة عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين لتسجل صورة حية لاستلهام الروح الوطنية في ملحمة الدفاع عن تراب الوطن وبنائه واستقرار أمنه وعقب ثورة يوم الثلاثين من يونيو 2013 كان على مصر أن تمضي قدما لكي تحقق الاستفادة المثالية من الموارد والخيرات الطبيعية لكونوز أرض الفيروز وصار شعار المرحلة يد تبني وأخرى تحمل السلاح ومضت قوافل التغيير والتعمير في عبور جديد يربط سيناء بكافة أرجاء مصر وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقق الحلم الذي طال انتظاره بتنفيذ المشروع القومي لتنمية أرض الفيروز انطلاقا من تنمية محور قناة السويس ومضى المارد المصري شرقا عبر أضخم منظومة أنفاق نحو المزيد من الآفاق التنموية والتجمعات العمرانية ونطاقات صناعية ولوجستية مشروعات خدمية ومحاور مرورية وبنية تحتية واستبيئة استثمارية تليق بأرض الفرص الواعدة وتمر السنوات فتتوالى الذكريات ويبقى الخامس والعشرون من أبريل رمزا لعبور المستحيل من زمن الحرب إلى زمن التنمية وقد حرصت الدولة على تنمية سيناء من خلال عدد من المشروعات التي تنفذها حاليا في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن سواء كان ذلك عبر إقامة المدن السكنية أو تنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية والتنموية تتضمن خطة الدولة في تنفيذ مشروعات تنمية سيناء تنفيذ أكثر من 300 مشروع لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء وتتمثل استراتيجية تنمية سيناء في توفير مليوني فرصة عمل ودخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار إضافة إلى رفع نصيب سيناء من الدخل القومي لأربعة ونصف بالمئة وفي إطار خطة التنمية تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة على رأسها أنفاق تحيا مصر بشمال الإسماعيلية وأنفاق الثالث من يوليو جنوب بورسعيد والتي تعتبر شرايين حياة جديدة لربط سيناء بكافة أنحاء مصر وذلك بالتزامن مع استكمال منظومة الكبار العائمة التي تنتشر على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالإضافة إلى تطوير مطار العريش الدولي تتضمن مشروعات مجال الطرق إنشاء أربعة وعشرين طريقا بإجمالية أطوال ألف وتسعمائة واثنين وعشرين كيلو مترا كما تشمل مشروعات الإسكان إنشاء تجمعات عمرانية جديدة مثل مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة كما يتم تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال الرعاية الصحية منها إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة مستشفيات أخرى وفي مجال المنشآت التعليمية يتم تنفيذ جامعة الملك سلمان ولها ثلاثة أفرع في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بالإضافة لجامعة العريش التي تم تشغيلها بعدد من الكليات وكلية التربية التي تم البدء بها كنوات لجامعة الطور في جنوب سيناء كما يوجد معهدان فنيان صناعيان في شمال سيناء يتبعان الكلية التكنولوجية في بورسعيد ويوجد اقتراح في المستقبل بأن يتم تحويل هذين المعهدين لجامعة تكنولوجية ثم يضاف لهما منشآت أخرى هذا بالإضافة لمشاريع تشمل إنشاء ورفع كفاءة مدارس وإدارات تعليمية كما يتم تنفيذ مشروعات في مجال المنشآت الرياضية والثقافية والاجتماعية والخدمية ويأتي على رأسها إنشاء سوق الجملة بالعريش وفي مجال التنمية الصناعية فتتضمن تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت فضلا عن إنشاء مجمع لإنتاج الرخام بالجفجافة وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل الدولة على زيادة الرقعة المزروعة في سيناء خاصة في منطقة وسط وشمال سيناء خاصة بعد الانتهاء من مشروع معالجة مياه مصر في بحر البقر وكذلك مشروع معالجة مياه مصر في المحسمة بالإضافة للمياه المتوافرة من ترعة السلام ونجحت محافظة جنوب سيناء في تطبيق تجربة التجمعات الزراعية من خلال 14 تجمع عمرانيا تنمويا بها أنشطة زراعية وسماكية لسكان المحافظة كما يتم تنفيذ سبعة تجمعات جديدة كما يتم تنفيذ 49 مشروعا تضم محطات تحلية وتنقية بالإضافة لتنفيذ خمسة مشروعات للصرف الصحي بمدن الشيخ زويد بئر العبد الحسنة نخل والطور فضلا عن تنفيذ ستة مشروعات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بمدن رفح الشيخ زويد والعريش قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده حققت تقدما ملحوظا في مكافحة فيروس كورونا خلال الأيام السبعة الأخيرة وأعلن ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي بالبيت الأبيض أن إدارة الدواء الأمريكية وفقت على استخدام أول اختبار يتم بالمنزل لكشف الإصابة بكورونا كان ترامب قد وقع في وقت سابق على أحدث حزمة تحفيزية بقيمة 484 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا وتهدف الحزمة الجديدة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمستشفيات وتوفير المزيد من التمويل لتعزيز إجراءات الفحوصات للأمريكيين عن فيروس كورونا قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن أكثر من 865 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بزيادة تتجاوز 37 ألف عن إحصاءات سابقة أضافت المراكز الأمريكية في أحدث إحصاءاتها أن حصيلة الوفيات ارتفعت لتصل إلى 48816 شخصا بعد تسجيل 2437 وفاة جديدة أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة عالمية لتسريع العمل على الأدوية والاختبارات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن هزيمة الفيروس تتطلب أقصى جهود في التاريخ على صعيد الصحة العامة وفق تعبيره وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس أن الاتحاد الأوروبي لم يكن مستعداً عداً بشكل جيد لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا بشكل مشترك وعقب اجتماعاً بالفيديو مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونساليس أشار ماس إلى أن الدول الأعضاء باتت متفقة الآن على ردود فعل مشتركة على كل الجبهات تقريباً مضيفاً أن ألمانيا لديها اهتمام عظيم بأوروبا ككل لتتغلب القارة على الأزمة في أقرب وقت ممكن أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية تسجيل 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفايات إلى أكثر من 22 ألف وفاة فيما انخفض عدد المصابين إلى أقل من 28 ألف حالة قالت وكالة رويترز أن إيطاليا سجلت 420 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفايات إلى نحو 26 ألف وفاة أشارت الوكالة إلى أن إيطاليا سجلت كذلك 3021 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى أكثر من 106 ألف حالة بدأت بريطانيا في إجراء تجارب لتحديد فاعلية بلازمة دم التي تم الحصول عليها من متبرعين جرى شفاءهم من فيروس كورونا في علاج مرضى هذا الفيروس قالت وزارة الصحة البريطانية أنه يمكن علاج ما يصل إلى 5000 مريض ممن هم في حالة خطيرة ببلازمة دم أسبوعيا في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس مشيرة إلى أنه بالتوازي مع التجربة العامة السريرية العشوائية فإن الحكومة تقوم بتعزيز البرنامج العام لجمع البلازمة حتى يمكن تعميم العلاج على نطاقات واسعة إذا ما أثبت فاعليته أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3122 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى نحو 105 ألاف حالة كما أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 109 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2600 وفاة عربياً أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجن ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3758 أشارت الوزارة إلى تسجيل ثلاث وفايات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات المسجلة في المغرب إلى 158 وفاة فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 488 شخصاً وزارة الصحة السعودية أعلنت بدورها تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى أكثر من 15 ألفاً في مقابل تعافي 2049 شخصاً أشارت الصحة السعودية إلى وفاة ست حالات ليصل إجمالي الوفيات المسجلة في المملكة إلى 127 شخصاً في مملكة البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فضلاً عن تعافي 31 حالة أشارت الصحة البحرينية إلى رصد الحالات الجديدة بعد إجراء 5334 فحصاً مختبرياً أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 3127 حالة أضفت الصحة الجزائرية أنه تم تسجيل ثماني وفايات جديدة جراء الفيروس لترتفع حصيلة الوفايات المسجلة في الجزائر إلى 415 وفاة كشفت وكالة رويترز للأنباء أن الصين أرسلت فريقاً لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشهورة بشأن حالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أوضحت الوكالة أن وفداً برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم غادر بكين إلى بيونج يانج الخميس الماضي تأتي زيارة الوفد من الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي وصف رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان الإبادة التركية للأرمن بأنها جريمة ضد الحضارة الإنسانية وخلال إحياء الذكرى الخامسة بعد المائة الأولى للإبادة الأرمنية قال رئيس الوزراء الأرميني أن تداعيات الجريمة لا تزال قائمة رغم مرور أكثر من قرن على وقوعها أضاف أن تركيا لم تقدم أبدا اعتذارات لما ارتكبته وطالبا إياها باعتراف رسميا بارتكابها للمجازر والإقرار بأنها كانت إبادة جماعية في لبنان انتقد رئيس الوزراء حسان دياب حاكم المصرف المركزية رياض سلامة مشككا في أدائه بعد هبوط حاد لليرا أمام الدولار كاشفا عن أنه تم تكليف شركة دولية من أجل التدقيق الحسابية في حسابات المصارف في لبنان وقال دياب خلال مؤتمر صحفي بقصر بعبدة أن السيولة في النظام المصرفي بدأت تنفد موضحا أن الأرقام تكشف خروج أكثر من خمسة مليارات دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام الجاري أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصاب فيروس كورونا إلى ألف وخمسة وسبعين شخصا مع إعلان خروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي وقد أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفعت لتصل إلى ألف واربعمائة وسبع عشرة حالة بينما تم تسجيل مائتين وحالة إيجابية جديدة وسبع حالات وفاة وقد لاقت الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لمواجهة فيروس كورونا ترحيبا بين المصريين خاصة ما يتعلق منها بتخفيف إجراءات حركة المواطنين في الشوارع بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم والله عمرنا ما كان حد مهتم بينا كده يعني عمر عمر ما كانت البلد فيها اهتمام بالمواطن كان دايماً أي حاجة صخرة مش عارف على جبل إيه تقع مش عارف مش فارق مش مهم ده تبقى المواطن بقى حاجة مهمة وده كله حقيقي مش يعني أنا ماشي في الصدفة انت قابلتني عشان الرئيس رئيس محترم إجراءات ممتازة جداً بس حاناً الناس هي بتبقى العقبة يعني العقبة في الناس نفسهم دي مسألة تخص الوعي والثقافة وتخص إحساس بالمسئولية حاجات كتير جداً يحب هي دقاء إجراءات في غالبيتها إيجابية يعني حقيقي وده لمصلحة الناس طبعاً أكيد عشان نوازن بين تحقيق الاحتياجات الدولة في نفس الوقت نحفظ على صحة الناس يعني إجراءات بشكل أهم كويسة جداً وإنه زاد بقى تسعة ده ده أحسن حاجة عملت إش ناس ما تتزحمش وبالعكس إده فرصة الناس تعمل إيه عايزة بقى السلم ومن ناس تراعي بقى دي حاجة كويسة على فكرة كويسة جداً يعني عشان يقلل نسبة الإصابات مدام تكون مفتوحة كده وكله يمرض والدنيا كون مالها بالزيد في كل مكان يعني عدد الإصابات في مصر تعتبر كويسة نسبياً للناس اللي بره والله هي الإجراءات تعتبر يعني مناسبة للوضع الحالي مش هيداً يعمل أكتر من كده فهو الوضع الحالي يسمحش أكتر من كده وبعدين انت عارف الدموسم رمضان بقى والناس يام فلازم يفتع الحظر شوائي عشي خاطر برضو تماشياً مع الوضع نفسه والوقت نفسه هو قويس عشان الناس ما زعديش ماشي وبخايفين علينا بصراحة يعني وإن شاء الله يبقى كل خير إن شاء الله بلدنا بخير إن شاء الله والله القرارات دي سليمة عشان الناس تشتغل بس الناس هي اللي مش عايزة تلتزم المفروض بيقولك ما تسهمش نفسك يعني أنا لما مثلاً يقولي شطب الساعة الخمسة اقفل وروح تمانية تو بصي تلاقي الناس كلها عايزة تروح الساعة خمسة وده اللي بيعمل مشكلة فالدولة هتعمل إيه أنا شايفة بصراحة يا فكرة كويسة جداً أوه ممكن يكون ما طولوش قوي إنها ساعتين زيادة بس برضو فرقت شوية لإني مثلاً الناس لو كان بتروح بتروح في ساعة أو بالما بيمشوا من شغلهم أو حيجة وفكرة إنهما فتحوا الجمعة واستبت برضو إن الناس تنزل شغلها فيها دي برضو فكرة كويسة جداً لأي الناس فيه ناس بتستنى تمشي اليوم بيومه الحمد لله إحنا ماشينا على الوثيرة أو على النمط الصحيح للخروج من أزمة كورونا هي الساعات فعلاً بتزيد بالنسبة للحظر أو الحظر بيقلب معنى أصح وبتزيد ساعات العمل وده اللي إحنا عايزينه إن فيه ناس الزغف معاً مش كويسة وأنا شايف إن الإجراءات دي هتخفف كتير عن عبء الشعب المصري وإن هو هيقدر إن هو يعيش حياة بصورته الطبيعية بس ياريت كلنا نلتزم بالإجراءات اللي الحكومة بتحددها عشان دي في الأول وفي الآخر صحيتنا إحنا وصحية أولادنا فلازم إن إحنا نلتزم بالتعليمات ونحافظ على نفسنا وبكده إن شاء الله هنحافظ على بلدنا وهتكون أحسن وأحسن إن شاء الله أعلنت وزارة الداخلية بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم من يوم الأحد لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة وذلك مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين أوضحت أن ارتداء الكمامة شرط أساسي للتردد على وحدات المرور في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين كما يمكن لمالك مركبات الملاكي المرخصة والتي تبلغ سعتها اللترية أقل من 2030 سيسي وغير مطلوبة للفحص الفني ولا يوجد عليها حضر يمكن لهم تجديد الرخصة واستلامها بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ فوري وبوابة الوزارة على شبكة الإنترنت يواصل مطار مرسى عالم الدولي استقبال رحلات طيران المصريين العائدين من الخارج يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا فيما أكد تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات الأكسترا نيوز أنه تم تجهيز فرق طبية على أعلى مستوى للتعامل مع المصريين العائدين فرق طبية كاملة في جميع الفنادق تم إمدادنا الحمد لله بفضل مالوزيرة الصحة بمد العيادات دي بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة لتوقيع الكشف تبقى عليهم صباحا ومساءا على مدار 14 يوم تم تجهيز عيادات 20 فندق إلى الآن مجهزة بجميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض ومرقمين صحيين بيتم توقيع الكشف عليهم صباحا ومساءا بيتم تسجيل حالتهم الصحية عن طريق شتات أي حد بيظهر عليه علامات المرض أو كده بناخد منه مساحات ويتم تحليلها في المعمل المشترك بالغرداء من جرد ما الطائرة بتوصل المطار بيطلع فريق من الطب الوقائي بيطهر ويعقم الحقائب بتاعة الموطنين بيتم استقبالهم في القاعة بيتم إياس درجة الحرارة ليهم كل جميعا بيتم نقلهم إلى قاعة الكشف والفحص بنعملهم رابد تست اللي هو الاختبار السريع بنتأكد من سلامتهم كلهم بعد كده بيتم بقى المرحلة التانية اللي هي نقلهم للفناتين يواصل مطار مرسى علم الدولي استقبال رحلات طيران المصريين العالقين بالخارج ويأتي ذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد وتقوم إدارة مطار مرسى علم الدولي بالتنصيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الجوازات والجمارج وتذليل أي عقبات أمام المواطنين العائدين بالإضافة إلى تكثيف إجراءات التعقيم والكشف الطبي وتوصيل العائدين إلى فنادق مرسى علم المخصصة للحجر الصحي هنا فندم الصلاة اللي احنا فيها دي هي الصلاة اللي بيتم فيها الفحص الطبي اللي بيبين الحالات الإيجابية من السلبية ويعبر عن أخذ عين الدم بسيطة من الركاب بعد ذلك ركاب إن شاء الله لما نتيجتهم بتطلع سلبية بيتوجه إلى صلط الوصول للسلام حقائبهم وتعقيم الجوازات وتعقيم الحقائب ثم التوجه إلى الأوتوبيسات سعادة غامرة بعودتهم إلى أرض الوطن عبر عنها عدد كبير من العائدين على متن رحلات قادمة من الرياض والبحرين والمغرب والجزائر وفرانكفورت واليونان مثمنين جهود الدولة المصرية في ملف عودة العالقين الحمد لله كل حاجة كويسة الحجر الصحي وزارة الصحة سلطات المطار كل حاجة نظام الناس جاهزة كل حاجة من تعقيم لكل حاجة بصراحة حتى البصات ما خدناش وقت نزلنا بسرعة والحمد لله الإجراءات منتزة من مطار البحرين من أول ما دخلنا كان فيه وفد صغير كده من أعضاء السفارة نكف البحرين ساهلونا كل حاجة ويسرونا كل حاجة والحمد لله يعني بصراحة كانت رحلة جميلة وممتعة وفيه نظام كويس جدا من أول مركبنا الطيارة لحد ما وصلنا هنا ونشكر الشعب المصري ونشكر السيد الرئيس على أن هو سأبنا في البلد الثاني والحمد لله بس إحنا إيه؟ بنشكر الجيش الأبيض بصراحة هو في جنبنا جنب ده والحمد لله في الحقيقة نشكر مصر ونشكر السيد الرئيس على اللي بيعملوا في البلد وأنا في الحقيقة أنا رجل مواطن مصري وبشكر البلد أن هي إجابتنا في الموقف ده أكثر من 23 رحلة جوية ينتظرها مطار مرسى علم الدولي من مختلف دول العالم وإجراءات استثنائية لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للعائدين إلى أرض الوطن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتأكيدا على أن مصر دائما لا تنسى أبنائها يتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا بارد ليلا فيما يل استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة اشتركوا في القناة مصر تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء الرئيس الأمريكي يوقع على حزمة تحفيزية بـ 484 مليار دولار لمواجهة كورونا رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من نفاذ السيولة لدى البنوك في بلاده ويشكق في أداء حاكم المصرف المركزي بإمكاني حضراتكم دوما متابعة المزيد عبر موقعنا الإلكتروني extra news.tv إلى الملتقى بإذن الله اشتركوا في القناة